اشتركوا في القناة حاجة أن نكون ناجحين الحياة أيها الأحبة الكرام حياة بسيطة جدا خلقنا رب سبحانه وتعالى فيها بيش نؤديه رسائل هذه الرسالة اللي بيش نؤديها لابد أن نتخذ خطوات بسيطة إيجابية حتى نؤدي الدور الذي أناطنا الله تبارك وتعالى به في هذه الحياة ومن ثم نحن دائما نحتاج إلى حياة أفضل وكل الناس اليوم تبحث عن حياة أفضل فكل الناس اليوم عليهم تسألون هل تريد أن تكون أفضل؟ حاب نكون أفضل حاب نكون أحسن في معيشتي حاسب نكون أحسن في دخل دخل المادي حاسب نكون حاب نكون أحسن في مهنتي حاب نكون أحسن في أسطي حاب نكون أحسن في علاقاتي مع الآخرين كل الناس يحبون أن يكونوا أفضل في كل أشياء لكن لا يمكن لإنسان أن يكون أفضل إذا لم يكن يتخذ نحن دائما نركز في حصتنا هذه على قوة مهارتك ما هي الخطوات؟ ما هي الإجراءات التي ينبغي أن تكون لي تكون أفضل ما هي الإجراءات التي ينبغي أن تكون أو أن تقوم بها من أجل أن تكون أفضل كيف تكون أفضل هو عنوان مهارتنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر فقط بعض الخطوات البسيطة جدا التي تجعل مني بالفعل أقوى تكلمنا في عدد ماضي عن إدارة الوقت وتكلمنا في عدد آخر عن قانون 20 على 80 أو 28 إلى 20 هما قانونان مهم جدا وأمران ولا موضوعان مهمان جدا في عملية نجاح الإنسان في عملية اكتساب مهارات الإنسان من أجل أن يكون ناجح بإذن الله تبارك وتعالى نحن اليوم نبحث دائما عن الأفضل ونبحث عن الأحسن ونبحث نكونوا حبي نكونوا ملاح مالي وملاح أسري وملاح جسدي صحي وملاح شخصي وملاح في أهدافنا وملاح في حياتنا حبي نكونوا سؤادان نبحث عن السعادة لكننا دائما نبحث عن السعادة في المكان الغير مخصص لها بتاتا لأن دائما ناجح الإنسان الناجح هو الذي يعرف كيف يطور نفسه بشكل إيجابي كيف يطور من قدراته قدراته الدهنية قدراته السلوكية قدراته النفسية قدراته الجسدية وبدنية كيف يستطيع الإنسان أنه ينمي هذه القدرات قدراته المهانية إذا استطاع الإنسان أنه يحرف كيف يضع هذه القدرات بشكل إيجابي وكيف يتفاعل مع هذه القدرات سيكون ناجح لأنك لا يمكنك أن تكون أفضل وأنت لا تفعل شيئا دائما أقول في بعض الضورات التي أقيمها أقول أن بعض الناس يدون أن يدخلوا الجنة لكنهم يعملون عمل أهل النار لا يمكنك أن تدخل الجنة بعمل أهل النار إذا أردت أن تدخل الجنة فعليك أن تعمل بعمل أهل الجنة كذلك إذا أردت أن تكون ناجح في أي مجال من المجالات فينبغى أن تعمل ما يعمله الناجحون في ذلك المجال إذا أردت أن تكون ناجح ماليا فلابد أن تعمل ما يفعله الناجحون في المال إذا أردت أن تكون ناجح أسري فينبغى أن تقوم بالذي يفعله الناجحون في أسرهم إذا أردت أن تكون ناجح مهني فينبغى أن تقوم بالذي يفعله الناجحون في مهنتهم لا يمكنك أن تكون طفرة وحدك لا تكون وحدك وإنما تتتبع خطوات قالوا جعله الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض ومن هنا ما مدى قدرتنا أيها الأحبة والمشاهدون الكرام ما مدى قدرتنا أن نأخذ خطوات بسيطة جدا أنها تخلينا نكون أفضل وتخلينا نكون أحسن في حياتنا سأذكر بعض الخطوات التي تكون تخلينا نكون أحسن ونكون أفضل بإذن الله تبارك وتعالى اقرأ كل يوم على الأقل ستين قد تكون ستين ستين دقيقة ساعة في اليوم الدراسة تقرأ بها كتابا تأخذ كتاب من الكتب المهمة بالنسبة إليك وتقرأ فيها خذ كتابا وقرأ ذلك الكتاب أقرأ في مهنتك أقرأ في تخصصك أقرأ لتستمتع أقرأ لترى لتتعلم أشياء جديدة تعد القراءة أحد أهم مصادر المعرفة في حياة الإنسان كانت ولازالت القراءة واحدة من أهم الخطوات التي تجعل الإنسان أفضل الإنسان ليقرأ سيكون أحسن سيكون أكثر وعي سيكون أكثر تطور سيكتسب الكثير من الألفاظ التي تساعده على التعبير وتساعده على المناقشة وتساعده على الحوار بشكل إيجابي فإذا فإذا أردت أن تكون أفضل اقرأ في كل يوم ستين دقيقة الأمر الثاني أستمع إلى البرامج الصوتية في سيارتك اليوم نحن نقضي في سيارتنا الساعات الكثيرة خاصة في أوقات الذهاب إلى العمل وأوقات الماجئة في العمل كثير من الناس داخل سياراتهم تنتابهم الكثير من المشاعر السلبية وتنتابهم الكثير من القلق والتوتر أي الطريق مزدحمة وعلاج مزدحمة والطريق ما كانش وما كانش طرقان وما كانش كذا ويدخل الإنسان في مجموعة من مشاعر الغضب ومشاعر القلق ومشاعر التوتر التي تخيم على تفكيري هذا هو فاتني هذا ما فاتني هذا دخل إلى مدار الغمازات فتجد الإنسان يدخل في صراح نفسي ذاتي في سيارته أنا أقول إذا أردت أن تغير حياتك إلى الأفضل وأنت في الطريق أنت لن تغير من هذا الأمر هذا من الأشياء التي نستطيع أن نغيرها الآن الطرق المزدحمة أصبحت المدن الكبرى واحدة من علامات أنك موجود في مدنة الكبرى أنك تجد فيها هذا الإزديحام فعود ذلك أشهد بعض السيديات والأسطونات التي عليها ضروص صوتية وقرأ في أي مجال من المجالات في المجال الديني تستطيع أن تسمع الكثير من الأشياء في المجال الأسري في المجال الاجتماعي في المجال تطوير الذات في المجال كثير من مجالات التي تستطيع أنك تستمع بها هناك الآن ما يعرف بالكتاب الصوتي هذا الكتاب الصوتي أنك عوض أنك تاخذ كتاب وتقرأه تسمعه سماعا دير الأسطونات ونتعك في سيارتك وتسمع أكثرنا الآن يسمع يسمع في المذيع يسمع في المذيع ويسمع في الأغاني وهذا الأغاني قد تكون أغاني تؤذب الإنسان إلى معصية الله سبحانه وتعالى يسمع في الأواني يسمع في أشياء قد تزيده طاقة سلبية وتزيده احتمال مشاعر سلبية وتزيده الكثير من الأشياء وبذلك أقرأ الكتب أو استمع إلى البرامج الصوتية التي يمكن أنها تسعيدك على ذلك الأمر الثالثي تكون أفضل عليك أن تتكون في مجالك المجال التخصص منتاعك مجال عملك مجال مهنتك مجال دراستك مجالات مجالك ينبغي أن تتكون فيه لا يمكنك أن تبقى بنفس المعلومات الآن المعلومات تتطور بشكل آخر إذا كنت عامل مثلا في عامل تقني على آلة معينة فهذه الآلة تتطور بشكل مستمر إذا كنت مثلا صحفي أو كنت أستاذ أو كنت معلم أو كنت مهندس أو كنت في أي مجال من المجالات فالقراءة الدائمة في مجال تخصصك تكسبك دائما مهارة جديدة قد بالقراءة والتكوين في المجالات يجب أن تأخذ التكوينات لا يمكن أن تأخذ منها لتأخذ شهادك التي تخرجت بها وتبدأ حياة العمل تغلق الكتب وتغلق التكوينات وتغلق مجال الدراسة وتغلق مجال التعلم وتقول أنا خلاتك تفيت لأن العالم الآن يتطور ولأن العالم الآن يتقدم وبقدر ما نحن نسير في هذا العالم فهناك الكثير من الأشياء الجديدة التي يجب علينا أن نتعلمها والتي من الممكن أن نتعلمها واتزيدنا حتى طاقة قد زيدنا حتى مدخول لأن عندما نتعلم أشياء عندها علاقة بالتخصص نتعي فهذا قد يزيد من مدخولي المادي قد يزود من معلوماتي قد يزيد من معارفه قد يزيد في الكثير من الأشياء الإيجابية في حياتي أيها الأحبة الكرام المقصود في الأخير أيها الأحبة من خلال هذه الكلمات هو أن نبحث دائما عن أشياء بسيطة قد تنقلنا نقلة إلى الأفضل تعلم لغة مثلا قراءة كتاب كما قلنا أو كتب قراءة مشاهدة أشياء جميلة في حياتنا مشاهدة أشياء ممكن تزيدنا إضافات في حياتنا فبمكاننا بأشياء بسيطة نقوم بها في حياتنا يمكن لهذه الأشياء أيها الأحبة الكرام أنها تنقلنا نقلة نوعية وأنها تذهب إلى أشياء أفضل وأحسن لكن إذا نبقينا نظوره في نفس الضائع نقوم بنفس الأعمال ونقوم بنفس الأشياء فكما يقال إذا كنت تعمل نفس العمل بنفس الطريقة ونفس الأسلوب في كل مرة فحتما ستصل إلى نفس النتيجة لا يمكن أن تتطور من غير ذلك نحن إذن أيها الأحبة نحتاج إلى أن نكون أكثر تفاعل مع حياتنا نحتاجنا أن نكون أكثر إيجابيين في حياتنا نحتاج دائما البحث على الخطوات التي تنقلنا إلى الأحسن وإلى الأفضل بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى عدد قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر